استعدوا مديرية التربية بدرعا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال التلاميذ من تجهيز القاعات الصفية والكتب المدرسية والأخذ بالأولوية النظافة العامة للمدارس ومراقبة الوضع الصحي للطلب من خلال تعيين عدد من المثقفين الصحيين في المدارس أجرت مديرية التربية وأنجزت كافة العمال المتعلقة بتوزيع الطلاب واستعابهم ضمن التعليم العام وتعليم المهني أيضا هناك ضمن الظروف الصحية التي تمر فيها البلاد أجرت مديرية التربية أو أنجزت أعمالها بما يخص من تنظيف المدارس تنظيف المدارس أيضا توزيع المعاقمات وتعقيم القاعات الصفية على كافة أرجاء المحافظة بالتعاون مع الوحدات الإدارية خارج مركز المدينة كما تم توزيع المعاقمات من كحول ومادة التوتش وتوزيع كمامات على كافة المدارس كنا كخلية نحل عمل واحدة نعمل نحن وجميع الطاقم الإداري والتدريسي والخدمي حيث قمنا بشطف المدرسة وتنظيفها البناء وبناء الملحق وتجيز كافة الدورات وتركيب الحنفيات التالف منها والاستعداد التامل بالنسبة لدورات المياه والنظافة الصحية أهم شيء أكدت عن النظافة الصحية بالمدرسة صفوف كلات تهوية مع مراوح ونظافة بالمدرسة كاملة وفي المدرسة معه شهادة صحية المواد الموجودة فيها متوافرة أني طبعا تواصلت معها والمواد كلاتها ضمن المدة والصلاحية تم أعطاء تعليمات للكادر الإداري لاستقبال الطلاب وإجراءات السلامة لاستقبالهم للوقاية من جائحة كورونا من حيث التباعد المكاني استعداد واستنفار للكادر الإداري والتدريسي في مختلف مدارس المدينة للتحضيرات واستقبال ملفات التلاميذ الثبوتية وتسجيلهم حسب شروط معينة وتحديد العدد ضمن كل شعبة صفية للحفاظ على صحة التلاميذ تدابير هدفها تشجيع الأهالي لإرسال أبنائهم للمدرسة وآمال بأن يشهد العام الدراسي الجديد قبالا واسعا للإخبارية السورية مرح المقداد